الصف التاسع الأساسي كتاب العلوم الوحدة التعليمية الأولى بعنوان الدعم والتنصيق التقويم النهائي لهذه الوحدة يغطي هذا التسجيل من الصفحة 110 وحتى صفحة 112 تقدمت مبادرة الضوء بصوت سناريا كاوردي السؤال الأول اخترق الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي واحد واحد من هذه العظام ليس جزءا من الهيكل العظمي المحوري التعدادات ألف عظم القص ب عظام الوجه جيم عظم الحرقفة دال العمود الفقري والإجابة الصحيحة هي جيم عظم الحرقفة من وظائف الهيكل العظمي التعدادات ألف إنتاج مكونات الدم ب الدعم جيم تخزين الكالسيوم دال كل ما سبقه صحيح والإجابة الصحيحة دال كل ما سبقه صحيح ثلاثة يقع مركز إفراز العرق في المادة الرمادية لي التعدادات ألف المخ ب المخيخ جيم البصل السيسائية دال النخاع الشوكي والإجابة الصحيحة هي دال النخاع الشوكي أربعة مادة تسبب اضطراب بالتوازن والحركة وتشويش الوعي التعدادات ألف نيكوتين ب المشروبات الغولية جيم الأدوية والمسكنات دال المخدرات والإجابة الصحيحة هي ب المشروبات الغولية خامسة تكون المادة الرمادية مركزية في التعدادات ألف المخيخ والمخ ب البصل السيسائية جيم النخاع الشوكي دال البصل السيسائية والنخاع الشوكي والإجابة الصحيحة دال البصل السيسائية والنخاع الشوكي ستة واحد من الأعصاب الآتية لا يعد من الأعصاب الحسية الدماغية التعدادات ألف العصب الشمي ب العصب الوركي جيم العصب البصري دال العصب الذوقي والإجابة الصحيحة هي ب العصب الوركي سبعة عند نقص إفراز هرمون الأنسولين فأن الشخص يعاني من التعدادات ألف داء السكري بي القزامة جيم العملقة دال هشاشة العظام والإجابة الصحيحة وهي ألف السكري ثماني قد يضطرب عمل الغدة الضرقية نتيجة نقص في تعدادات ألف البوتاسيوم بي اليود جيم الصوديوم دال الكالسيوم والإجابة الصحيحة هي بي اليود تسعة حاثة تزيد من إخراج الكالسيوم من العظام إلى الدم التعدادات ألف الباراثورمون بي الكالسيتونين جيم التيروكسين دال الأدرينالين والإجابة الصحيحة هي ألف الباراثورمون عشرة يعد تنبيه الخلايا الشمية تنبيها التعدادات ألف كهربائيا بي كيميائيا جيم غازيا دال حراريا والإجابة الصحيحة هي بي كيميائيا ثانيا أذكر وصيفة واحدة لكل مما يأتي غضاريف النمو السمحاق الجسم البلوري الغضض المخاطية في الجلد غشاء الطبل الجسم الثفني نبدأ بالحل غضاريف النمو وظيفتها النمو الطولي للعظم السمحاق وظيفته النمو العرضي للعظم أو نكتب تشكيل مادة عظمية تصل بين الطرفي العظم المكسور تدعى الدوشبوز العظمي الجسم البلوري وظيفته المطابقة الغضض المخاطية في الجلد وظيفتها أن تفرز مواد مخاطية لها دور في ترتيب الأغشية المبطنة لأجواف الجسم المختلفة وحمايتها غشاء الطبل وظيفته ينقل الاهتزازات الصوتية إلى الأزن الوسطى الجسم الثفني وظيفته يصل بين نصفي الكرة المخية السؤال الثالث تشير العبارات الآتية إلى الأحداث التي تقع في مدة وجيزة خلال مشاهدة ما كتب على السبورة أرتبها بحسب تسلسلها الزمني العبارات مرور السيالة العصبية الحسية عبر العصب البصري تحليل السيالة العصبية الحسية على مستوى الباحة البصرية في المخ تنبيه المستقبلات الحسية بواسطة الضوء نشوء سيالة عصبية حسية خمسة رؤية ما كتب على السبورة في صورة حقيقية والترتيب الصحيح لهذه العبارات واحد تنبيه المستقبلات الحسية بواسطة الضوء نين نشوء سيالة عصبية حسية ثلاثة مرور السيالة العصبية الحسية عبر العصب البصري أربعة تحليل السيالة العصبية الحسية على المستوى الباحة البصرية في المخ خمسة رؤية ما كتب على السبورة في صورة حقيقية السؤال الرابع أكمل خريطة المفاهيم بالبيانات المناسبة الغضض الصم تفرع منها أربع تفرعات الفرع الأول فراغ تفرز حاسة النمو نقصها في سن مبكر فراغ والحل الصحيح الغضض النخامية تفرز حاسة النمو ونقصها في سن مبكر يؤدي إلى القزامة اثنين فراغ تفرز حاسة الكالسيتونين تعمل على فراغ الإجابة الغضض الدرقية تفرز حاسة الكالسيتونين تعمل على زيادة ترسيب الكالسيوم في العزم ثلاثة فراغ تفرز حاسة الباراثورمون تعمل على فراغ الإجابة الغضض جرات الدرقية تفرز حاسة الباراثورمون يعمل على تنظيم نسبة الكالسيوم في الدم أربعة جزء الأول نقصها يسبب فراغ الجزء الثاني الجزء الثاني جزء الثاني جزء الثاني جزء الثاني السؤال الخامس لدينا شكل تتوضى عليه المسميات التالية المخ المخيخ النخاع الشوكي البصل السيسائي والسحايا ألاحظ الشكل المجاور وأجيب عن الأسئلة الآتية واحد ماذا ينتج عن استقصال الجزء رقم 2 ينتج عن استقصاله فقدان التوازن السؤال الثاني أذكر وظيفة واحدة للعضو رقم 3 ويمكن أن نجاوب بأحد الجوابين الآتيين ألف مركز لبعض الحركات الانهجاسية بمادتها الرمادية أو ب طريق لنقل السيالات العصبية الحسية والحركية بمادتها البيضاء السؤال رقم 3 أرتب طبقات السحاية من الخارج نحو الداخل والترتيب هو الأم الجافية 1 الغشاء العنكبوتي 3 الأم الحنون سادساً ماذا ينتج في كل من الحالات الآتية 1 زيادة إفراز هرمون الباراثورمون في الدم يؤدي إلى هشاشة العظام أو زيادة صحب الكالسيوم من العظام إلى الدم 2 نقص إفراز هرمون الكالسيطونين في الدم يؤدي إلى نقص ترسيب الكالسيوم في العظام 3 زيادة إفراز هرمون الغلوكاغون في الدم يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر العنب في الدم سابعاً لدينا شكل وهو عبارة عن محول إحداثيات خطه الأفقي يمثل الوقت والخط العامودي يمثل التركيز ولدينا خطين بيانيين ألف وبي الخط البياني بي يبدأ من أعلى نقطة على المحور العامودي ويبدأ تدريجياً بالانخفاض حتى ينطبق على محور الوقت المحور الأفقي والخط البياني ألف يبدأ من مركز الإحداثيات ويبدأ تدريجياً بالارتفاع ويتقاطع مع الخط البياني بي في النقطة جين استناداً إلى هذا الشكل أجيبه عن الأسئلة الآتية السؤال الأول حدد السنائيات التي ينطبق على عملها أول سنائية ألف الأنسولين بي الكالسيتونين تانية سنائية ألف كالسيتونين بي باراثورمون تالت سنائية ألف غلوكاغون بي تيروكسين رابع سنائية ألف أنسولين بي غلوكاغون وإجابة هذه السؤال السنائية رقم اثنين الكالسيتونين والباراثورمون والسنائية رقم أربعة الأنسولين والغلوكاغون السؤال الثاني ماذا تمثل النقطة جين بالنسبة لكل الهورمونين؟ والإجابة الصحيحة تمثل نقطة التوازن ثامناً زهر شخص عيادة طبية وتبين أنه يعاني من نقص الوزن سرعة ضربات القلب ارتفاع درجة حرارة الجسم وتبين أن هذه الأعراض ناتجة عن الطراب في إحدى الغدد والمطلوب الأسئلة واحد اسم الغد التي حدث فيها الخلل نوع الخلل الذي حدث للغدة والحاسة التي تفرزها الغد التي تشرف على عمل هذه الغدة والإجابة أولاً الغدة التي مسؤولة عن هذا العلة هي الغدة الدرقية وهو فرط نشاط إفراز هرمون التيروكسين الثالث الغدة المشرفة على عمل هذه الغدة هي الغدة النخامية السؤال التاسع أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي واحد إصابة بعض الأشخاص بتطخم غير متناسق لعضلات الأطراف والوجه بسبب زيادة إفراز هرمون النمو في مرحلة البلوغ أو فرط نشاط الغد النخامية في مرحلة البلوغ اثنين تكون الرؤية أوضح إذا وقع الخيال على اللطخة الصفراء بسبب كثرة المخارط في اللطخة الصفراء ثلاثة لون الجلد الأسمر في المناطق الحارة بسبب ارتفاع نسبة الميلانين في الجلد أربعة أن تزوق الأطعمة الشهية يفيد في تسهيل عملية الهضم بسبب لأنه يسرع من إفراز العصارات الهاضمة خمسة الحليمات الخيطية لها دور لمسي فقط والسبب لأنها تحوي براعم زوقية السؤال رقم عشرة ارسم مخططا يوضح مسار انتقال الاهتزازات الصوتية من الصيوان إلى الخلايا السمعية في الحلزون يبدأ المخطط في صيوان الأذن اثنين قناة السمع الخارجية منها غشاء الطبل منها إلى المطرقة والسندان والركاب والنافذة البيضية وأخيرا الخلايا السمعية في الحلزون إلى هنا يكون التسجيل انتهى ترجمة نانسي قنقر